أهلا مرة تانية بهاي المحاضرة اللي مش كثير لطيفة بالبيوكيمستري طيب هلا خلينا نتفق على شغلة إنه هاي المحاضرة يعني فيها كمية عجقة كبيرة 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 فبدنا نمشي step by step يعني نحاول نفهم قدر اللي كان من المعلومات ونرجع شوي هيك لأمور بايسك هلا يعني أنا رجعت شفت السنوات وإحنا بنهاية المحاضرة رح نناقش السنوات اللي جتع هاي المحاضرة رح تشوفوا إنهم يعني دكتور بنركز على نقاط معينة بس أو إحنا دول حنركز عليهم نوعا ما بس at the end of the day مع الواحد بيضمن إنه ييجي دائما نفس هاي الأفكار ونفس هاي الأسئلة فمضطرين للأسف إنه نشرح أغلب الأفكار سيلا let's start هلا إحنا أنهينا المحاضرة الماضية بالحكي عن الكاربوهايدريت كيف بنستخدمها بالميتابوليزم كيف بنستخدمها بإنتاج طاقة اتفاقنا إنه مش هي المين سورس يعني الهارت بيعتمد بشكل أساسي على الفاتي أسد كمصدر للطاقة فهلا إحنا همنا نتعرف على كيف بنستخدم هدول 65% أو كيف بنعمل جنريشن 65% من الطاقة عن طريق الفاتي أسد يعني في معلومات مكررين أنا شرحت لكم هذا الموضوع والبيتا اوكسيديشن مش حنفوت بهذا التفاصيل إحنا الأشياء اللي بتهمنا هون على الأغلب بريجوليشن مع مقارنات فما حيكون البورتل زنخ طبع طبع الإندوكراين معيود أوكي طيب هلا الفاتي أسد بدنا نعرف أول شغلة إنه غلط كتير إنه الهارت يعتمد على نوع واحد كمصدر للطاقة إيش أصدي بهذا الحكي؟ أصدي إنه ممنوع الهارت يعتمد بس على الجلوكوز كمصدر للطاقة وممنوع بس يعتمد بنسبة عالية على الفاتي أسد إحنا بدنا نحافظ على إنه أقدر أستخدم التنين ليه؟ إذا بس اعتمدنا على الفاتي أسد فإنت بتدخل تو ماتش فاتي أسد جوا المايوسايد وهي الفاتي أسد رح تتراكم الميتابولايتس طبعونها رح يتراكموا فرح تعملين لنا إشي اسمه لايبوتوكسيسيتي لايبوتوكسيسيتي تراكم فاتي أسد بيؤدي إلى لايبوتوكسيسيتي هاي لايبوتوكسيسيتي على المايوسايد بدها تخربها بننتهي بكارديو ميوباثي وبهارت فيلير فهذا الشي غلط طيب مين هم من ناس اللي رح يكونوا عرضة إنهم بس يعتمدوا على الفاتي أسد الناس اللي يا إما ما عندهم جلوكوز يا إما عندهم مشكلة على واحد من الإنزيمات تبعون الجلوكوز يا إما جماعة الديابيتس اللي ما عندهم إنسلن لأنه إحنا مثل متفقنا إنه تدخيل الجلوكوز بيعتمد على وجود جلوكفور وجلوكفور من الأشياء اللي بتحفز ريليز تبعها أو بتخليها تطلع على سطح تبع السل لحتى تدخل الجلوكوز هو الإنسلن فليما عنده إنسلن زي جماعة الديابيتس رح يكونوا عرضة لأنه ما يقدر يستفيدوا من الجلوكوز اعتمادهم الأول والأخير على الفاتي أسد وبالتالي تو موتش فاتي أسد بتعمل لايبوتوكسيسيتي أو لايبوتوكسيسيتي فهذا السيتيواشن ما بدني تمام تمام طيب هلأ برضو كمان ناس تانين غير جماعة الديام بيكونوا عرضة لللايبوتوكسيسيتي هم الجماعة اللي ماشيين على دايت معين وهذا الديت يفتقر للكاربوهايدريت يعني اللي بيكون الديت تبعهم لو كارب لو كارب ما عندهم الجلوكوز فكيف بدهم أو على أي مصدر طاقة بيصيروا يعتمدوا يعني زي جماعة الكيتو دايت وهدول يعني بيحكوا لك إنه الدراسات مش كتير صحي ليه؟ لأنه حسب دكتوركم شو بده إنه مو كتير صحي لأنه انت هون ما عندك كمية كاربوهايدريت انوف اعتمادك على الفاتي آسد بيصير كتير أعلى وبالتالي انت بتعرض هدول الهيباتوسايت للايبوتوكسيسيتي فإذن هاي أو هدول الكاتيجوريز من الناس هاي أول معلومة بنا نطلع عارفينها المعلومة التانية اللي بنا نطلع عارفينها بالإضافة لأنه مشكلتي باللايبوتوكسيسيتي على الهورت هي بسبب الاكيوميليشن لا الفاتي آسد لا في عندنا مشكلة تانية غير الاكيوميليشن عملية استخدام أو تحليل الفاتي آسد لحتى بالنهاية أنتج منها طاقة أو اي تي بي تستهلك كمية كتير عالية من الأكسجين يعني كمية الأو 2 اللي بتستهلكها كتير عالية مقارنة مع الجلوكوز وحنشوف المقارنات بنهاية هاي المحاضرة هلا المشكلة أنه طب أوكي وأستخدم كتير أكسجين المشكلة أنه الأكسجين لما يفوت بتفاعلات يعني احنا بالنهاية إذا تتذكروا كل الهدف الأساسي اتفقنا أنه أنا كل الاتي بي اللي رح أنتجها على الأغلب هي عن طريق اللي هي بتعتمد على أني أخذ الأكسجين أضيف عليه الهايدروجين وأحوله لمي هاي التفاعلات ممكن تكون تفاعلات غير مكتملة احتراق غير مكتمل فينتج عنها تكوين free radicals زي super oxide زي أشياء كتيرة زي الهايدروجين peroxide وغيرها هاي الfree radicals بتعمل دمج على الهارد أوكي فأنت كل ما استهلكت أكسجين أكتر كل ما كان تفاعلاتك بتحتاج أكسجين أكتر كل ما كانت نسبة حدوث تفاعلات غير مكتملة أكتر فنسبة الfree radicals اللي رح تكونها أكتر ومن هون بنفهم أنه الفاتي أسد لما أنا باعتمد عليها بنسبة كتير عالية فمعناها بكون free radicals كتير معناها حأخرب الكارديوميوسايت بنسبة أكبر فبخلي المريض عرضة الهارد فيلير فهاي هي two arms لأنه ما بدي أنا أعتمد خلينا نقول 90% على الفاتي أسد أنا بني ناسبني 65% فاتي أسد و 35% على الغلوكوز ما بدي يعني أنا هذا هو البالنس تبعي ما بدي أصير 90% بعشرة ولا بدي أعكس العكس يعني ما بدنا برضو كمان الإشي الثاني الغلط إنه أنا أصير كل اعتمادي على الغلوكوز مثلا في مثال حنشوفه لأدام بالمحاضرة في عنا أطفال حديثي الولادة أو لساتهم اللي بيبطن أمهم ممكن يكون في عندهم أحيانا مشكلة على واحد من الإنزيمات اللي بتكسر الفاتي أسد اللي هي العملية اسمها البيتا أكسيديشن فنقص جناء يعني نقص ورافي بهذا الإنزيم رح يكون الشخص غير قادر على استخدام الفاتي أسد حتى يطلع منه طاقة فبيصير اعتماده الأساسي على شو على الغلوكوز فلاهوا هدول الأطفال لما بينولدوا بينولدوا هم عندهم كمان علامات الكارديوميوباثي وبرضو كمان عندهم عرضة للهارت فيلير ففي مشكلة فزي ما حكينا أنا الإشي اللي بسعاله أني أكون ببالنس بالنس بين استخدام الفاتي أسد مع استخدام الغلوكوز ما بدنا توموتش غلوكوز لأنه مضر ولا بدنا توموتش فاتي أسد لأنه مضر هلا إحنا حنصير نفهم أكتر كيف نحقق هذا البالنس وكيف مثلا عمليات أو إنزيمات أو خطوات معينة بالفاتي أسد رح تيجي تعمل رفليكشن على الغلوكوز والعكس بالعكس بس خلينا هلا step by step فاتأكدوا أنكم فاهمين هاي النقطة كتير منيح قبل ما نبدأ نحكي عن الفاتي أسد بالزبط كيف رح نستخدمه يولا لاتستور هلا الفاتي أسد شو مصادره بالجسم أول شغلة إحنا بدنا زي ما اتفقنا إشي اسمه un-estrophied free fatty acid ماشي بالدم كميته كلما كانت كويسة أو كافية هذا برفلكت أنه الهارت رح يشتغل بطريقة كويسة تمام تمام شو مصادر هذا الفاتي أسد اللي بدهم أول مصدر اللي هو الفاتي أسد اللي بناخده عن طريق الأكل مثل ما حكينا سابقا بيمكن الاندوكراين اتفقنا أنه لما بناكل جزء من أكلنا حيكون triglyceroid والتريجليceroid جواته فاتي أسد بيفوت على الأمعاء وبيطلع على صورة كايلو مايكرون صح والكايلو مايكرون كانت جواها في triglyceroid وبالتالي فاتي أسد المصدر التاني غير الأكل اللي هو عن طريق الليفر الليفر في عندها القدرة على أنها تصنع أو في خزان للتريجليceroid جواها بتطلعها للدم على صورة VLDL Very low density Liboprotein بيكون فيه كولستيرول بيكون فيه triglyceroid فهي المصدر الأول من الأكل المصدر التاني من الليفر المصدر التالت فيه عندنا triglyceroid بيكون جاينا من الفاتي تيشو اللي بجسمنا يعني الفاتي تيشو بتتحلل وبتيجي بتطلع لنا triglyceroid وهذا triglyceroid جاينا من الفاتي تيش ورح يمشي بالدم وفيه عندنا المصدر الرابع اللي هو إش يسمه free fatty acid انتبهوا أنا كل اليوم عم بحكي triglyceroid وبرضو من الليفر triglyceroid وبرضو عم بحكي من من خلينا نقول ال adipus تيشو وبرضو triglyceroid أما فيه عندنا اشي آخر free fatty acid بتكون رابطة مع البمن مع جنرال كارير البمن هو ناقل عام بيمسك اي اشي غير ذائب في الماء وبيصير ينقله ففيه عندنا كمية من free fatty acid ذائبة فهي هدول الاربع مصادر طيب triglyceroid مش هي الصورة بتقدر تستخدمها الليفر فلازم اجي اكسر هذا triglyceroid انتو glycerol وانتو هدول التلاتة molecules fatty acid مين المسؤول عن عملية التكسير هاي اشي اسمه hormone sensitive lybase هذا lybase بيكسر triglyceroid وبيعطينا free fatty acid طيب فصار فيه عندنا بالنهاية unesterified free fatty acid وصلنا لهون اوكي بده يدخل لداخل الخلية تبعت الميوسايت يعني داخل خلية الهارد كيف الطرق اللي بيدخل من خلالها هلا اول طريقة بيقدر يدخل من خلالها هو symble diffusion الممبرين هو عبادة عن phospholipid bilayer والfat acid هو برضو كمان بتكون lipophilic فبالتالي بيقدر يعمل symble diffusion لكن مين اللي بيقدر يعمل symble diffusion الفات يلهم احجام وقلهم اطوال بناء على عدد ذرات الكاربون فيش بسموها very short chain fatty acid فيش يسموه short chain في medium chain في long chain فبالمنطق الاشي اللي بيقدر يعمل symble diffusion هو اما very short chain او short chain اما بالنسبة للمedium والlong فنو انهم يدخلوا فبدنا طريقة تانية ندخلهم شو هي هاي الطريقة التانية في عنا actually طريقتين وحدة عن طريق اشي اسمو translocase translocase اللي هو هايها كلمة fatty acid translocase يعني ناقل او الاسم التاني الو cd36 هذا كتير مهم هاي اهم طريقة واكتر طريقة بيصير عليها regulation فهي اهم واحدة نحفظها وفي طريقة التالتة اللي هي عن طريق fatty acid binding protein fatty acid binding protein اوكي فايزا simple diffusion لل small chain fatty acid او very small chain اما هدول الطريقتين فلال medium chain fatty acid ولل long chain fatty acid مين الاهم اللي هي الترانس لوكيز او cd36 ليه لانه هاي هي اكتر خطوة بيصير عليها regulation اوكي طيب شو بدنا نعرف عن هذا الترانس لوكيز او cd36 بدي احكي كمن معلومة عنه عشان بنمر عليهم بسلايدات تكون الامور تمام اول شغلة بدنا نعرف انه هذا cd36 اتفقنا هو اكتر خطوة عليها regulation هو يجولي بيكون موجود تحت بالسايتو بلاس وبصير له expression وقت ما نحتاجه في عوامل معينة بتزيد من معدل expression على السطح تمام يعني بتصير كميته على السطح كتير عالية وبالتالي كل ما زادت كميته على السطح كل ما قدر يدخل فاتي اسد اكتر واكتر لجوه فهذا الموضوع سيلاحظو حدين بعيد وبكرر هذا موجود بالسايتو في ظروف معينة حتيجي تحفز انه يمشي يمشي نفس فكرة كلوتفور كلوتفور نفس المبدأ موجود جوا السايتو في ظروف معينة زي وجود الانسولن الحاجة للغلوكوز حاجة الخلية لطاقة بتخلي هذا او لو يعني تخلي هذا يطلع على سطح وهون نفس المبدأ تمام شو في ظروف رح تحفز انه هذا الترانسلوكيز يطلع على سطح بكمية كتير كبيرة اول شغلة انه يكون في عندنا انسولين 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 معناها اني ما رح اقدر اعمل معناها اني ما رح اقدر استخدم الجلوكوز كمصدر للطاقة معناها انه بدو يصير اعتمادي الاساسي على الفاتي اصد انه انا بحتاج اني ادخل الفاتي اصد بكميات اكبر فيلا يا فات اسحب حالك واطلع على السطح بكميات اكبر طيب الفاكتور التاني اللي بيحدد او بيأثر او بيزيد من معدل الاسبريشن على السطح اللي هو لما يكون الخلية بحاجة لطاقة الخلية عم تعمل ووركلود عالي الهارت عم بيشتغل كتير فبحاجة لكميات طاقة كبيرة فبدي ادخل كميات فاتي اسد كتير كبيرة اكبر من الليفل المعتاد عليه تمام وبالتالي لما يكون في عندنا هاي نيد للفاتي اسد لانه في عندنا هاي ديماند اما الشغلة الاخيرة هي انه لما يكون في عندنا لو غلوكوز او انا مش قادر استخدم غلوكوز مو قادر استخدمها في عندي مشكلة هدول التلاتي بالمنطق رح يتخلي اعتماد على الفاتي اسد كتير اكبر وبالتالي بما انه اعتمادي على الفاتي اسد كتير اكبر فهذا الاشي رح يدخل كميات كبيرة فبدي ترانسلوكيز على السطح بكميات كبيرة لكن نرجع لفكرة انه الفاتي اسد سيلاحظ حدين انا عم بدخل كميات كبيرة جو المايوسايت هاد شو معناه هاد معناه انه في لعيبوتوكسيسيتي وفي عندنا فري رادكلز كتير وبالتالي هذا مضر على الكاردي مايوسايت انا صح بحاجة لهذا الفاتي اسد بس ووه بنفس الوقت مضر فلازم يصير في regulation على هاي العملية لازم يصير في regulation على ال cd36 وعلى انها تطلع على السطح وعلى كمية الفاتي اسد اللي بتدخل وعلى كمية الفاتي اسد اللي بتتخزن او بتفوت بال beta oxidation مين اللي بدو يجي يعمل لهذا ال regulation في سيستم اسمه ببار ب ب ا R ببار ببار هي اختصار لكلمة بروكسيزومال 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 اكتيفيتر ريسبتر او اكتيفيتين ريسبتر كله مكتوب بالصالدات لا تكتوب ايش بيسيكلي الفكرة انه هاد عبارة عن مستقبل مستقبل بيحفز يعني هاي عبارة عن المستقبل تمام هايو اسمه ببار هاد المستقبل لازم ييجي يرتبط عليه اكتيفيتر اسم الاكتيفيتر ببار غاما كو اكتيفيتر ببار يعني ريسبتر غاما طبعا ريسبتر في لهم انواع الفة وبيتا وغاما مش عارف مين كو اكتيفيتر بيجي برتبط على هادا الريسبتر ارتباط الببار كو اكتيفيتر على الببار هادا الاشي رح ييجي يحفز لنا اكتر من شغلة اول شغلة انه ينظم لنا عمليات يعني يزيد من الترانسكريبشن او من البروليفريشن هون اجمت كله البروليفريشن لسيرتن انزويمز هاي الانزويمز يا اما بتنظم عمليات البيتا اوكسيديشن او عمليات تكوين للترايجليسرائد وتخزينها او عمليات ال مرة تانية ببار هو عبارة عن مستقبل بارتبط عليه كو اكتيفيتر وقلو انواع في الفا في بيتا في قاما في دلتا وتفر في اشي بارتبط عليه اسمه كو اكتيفيتر ارتباط الببار مع الكو اكتيفيتر وظيفتهم انهم ينظموا عمليات الميتابوليزم اللي بالجسم الدكتور طلب منكم ثلاث شغلات تعرفوهم الاولى انه رح ينظم عملية تكوين وتخزين للترايجليسرائد التانية رح ينظم عملية تكسير للترايجليسرائد اللي اسمها بيتا اوكسيديشن وكل واحد بيشتغل على انزايم معين انه بزيد الاكسبرشن لانزايم معين بهاي البروزس والشي الثالث رح ينظم جزء من عمليات لجلايكوليسز وانتاج الطاقة من لجلوكوز تمام تمام اسماء الانزيمات حنشوفهم لقدام بالسلايدات بسلا هلا افهموا بشو اهمية انه يكون في عنا ببار ويعمل لنا هاي الخطوة ينظم هاي العمليات او اعتماد عليها او جلوكوز فهذا الاشي بيخلي الكارديوك ميوسايت عرضه للدمج مش تفقنا انه سلاح ذو حدين فبالتالي انا عشان انظم هاي العمليات يظل في بالنس البالنس احنا طلبنا انه يكون موجود 65 ب35 عشان يظل هذا البالنس موجود لازم ببار يشتغل على اكتر من صعيد الصعيد الاول طلعوا كيف نظم عملية انتاج الطاقة واستخراج الطاقة من المصدرين الاساسيات انهم يظلوا بيبالنس طيب الشي التاني اللي ببار رح يشتغل عليه اللي هو الفري راديكلز اتفقنا انه انا بالنهاية سواء عم بشتغل او باخد طاقة من الجلوكوز او باخدها من البيتا اكسيديشن عملية انتاج الاتب هي عملية اوكسجين ديبندنت و اوكسجين ديبندنت لازم يصاحبها تكوين فري راديكلز من الاحتراقات الغير كاملة والفري راديكلز رح تكون مدمرة على الهارت فالببار رح يكون لنا او يحفز اكسبرشن لسيرتن انزايمز هاي الانزايمز بتشتغل كايش كأنتي اوكسيدن ايش يعني انتي اوكسيدن يعني بتتخلص من الفري راديكلز اللي بتتكون زي مين سوبر اوكسايد ديسميوتايز وغيرها وكتاليز اكيد انتو عارفين كتير في انتي اوكسيدن انزايمز سوبر اوكسايد ديسميوتايز كتاليز والتفر الانواع التانية اللي انتو عارفينهم الهدف منهم انو نتخلص من الفري راديكلز طيب الشي التالت اللي بيشتغل عليه الببار مع الببار كو اكتيفيتر اللي هو ينظمه عملية الابوبتوسيز يعني في خلية بالكارديك ما يصائط كتير خربانة اوكي تموت لحتى ما تتأثر على وظيفة الهارت ككل بس ما بدي كمان لانو انتو عارفين انو المايوسايت او الكارديك مايوسايت مش من الخلايا اللي بتقدر تعمل فالهدف اني امنع واخلي العملية مستقرة فهاي هي الثلاث شغلات اللي بيشتغل عليها الببار كتير مهم واسبشة لهاي الانزيمات اللي هون حتلاقوا في اسئلة عليهم والشغلة الرابعة والاخيرة اللي بنحكي عنها انو برضو كمان الببار ليه احنا حطينا او حكينا عنه هون لانو الخطوة الرابعة برضو بيعمل ريجيوليشن لعملية الفاتي أسد أبتيك اللي هي بتصير عن طريق سيدي ستة وثلاثين او الفات يعني بيزيد او بيقلل من الاكسبريشن للفات او للترانسلوكيز وبالتالي بينظم من الابتيك تبع الفري فاتي أسد لحتى ما يكون توماتش ويدخلنا بالليبوتوكسيسيتي فهدول الاربع خطوات طبعون الببار كتير مهمين كتير مهمين انكم تكونوا ماشيين بعائلكم ستب باي ستب بهاي الشغلات لانو هلا حنبني عليها كمان اشياء تانية سواقفوا الفيديو تأكدوا انكم تهمتوا هذا الكونسبت عشان ننتقل على اللي بعده طيب وصلنا هلا لانو دخل عندنا هالفاتي أسد لجو الميوسايد طيب وبعدين شو بده يصير الفاتي أسد مش اكتف تمام لو انا تركته بهاي الصورة رح يصحب حاله ويرجع يطلع مرة تانية لبرة فلازم اوفر طريقة انه تعمله ترابنج انسايد الميوسايد نفس فكرة لما كنا نحكي على الجلوكوز الجلوكوز لما دخله جو الخلايا لو ما حولته لجلوكوز سيكس فوسفيت بيرجع بيصحب حاله بيطلع فلازم احوله للأكتف فورم اللي هي الجي سكس بي وهون نفس المبدأ لازم احوله لصورة أكتف فعمله ترابنج انسايد شو هي هاي الصورة الأكتف اني اربطه مع كو اي فبجيب الفاتي أسد بيصير اسمها فاتي أسل وبربطها مع كو اي فبيصير اسمه فاتي أسل كو اي مين اللي بيعمل هاي الشغلة من الاسم فاتي أسل كو اي سنثيز اللي هو هايو هاد فاتي أسد كو اي سنثيز بس ايزي طيب هيك انا عملت له ترابنج انسايد بعدين شو بده يعمل هذا الفاتي أسد لما صار جوه السايتو بلازم انتبهوا انه هو هلا هون لساته جوه السايتو بلازم اوكي بيجي بيقول انا دخلت بس هل لازم كلياتي اتحلل لا اعمل بيتا اوكسيديشن يعني اتحول وانتج لطاقة لا نفس شكلة الجلوكوس جزء منه رح يتخزن وجزء منه رح يفوت ويعمل نظير اللي غلايكوليس هون اسمه بيتا اوكسيديشن انه حلله تمام فهذا الفاتي أسد جزء منه رح يرتبط ثلاثة فاتي أسد كو اي مع جزيء 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 فيتحول للترايغليسيريد ويتخزن بنسبة بين عشرة لتلاتين بالمية من الفاتي أسد اللي دخل تمام والسبعين لتسعين بالمية الباقيين اللي يضلوا رح يفوتوا على خطوة التحليل اللي هي اسمها بيتا اوكسيديشن لكن نيجي نوقف هون نتذكر الشغلة مهمة عملية البيتا اوكسيديشن بتصير جوه الميتوكوندريا والميتوكوندريا للأسف انها مكونة من توم ميمبرينز فعملية نقل الفاتي أسد ثرو هدول لحتى دخلها جوه الميتوكوندريا لانه الانزيمات المسؤولة عن البيتا اوكسيديشن وجود جوه الميتوكوندريا عملية معقدة ما بتصير سمبلي بانه بس ترانسلوكيز واحد ففيه سيستم اسمه شتل اسمه شتل واسمه بالضبط كارنتين شتل حكينا عنه سابقا كارنتين شتل شو مبدأ هذا السيستم بيجي بيحكي لنا انه الفاتي أسل كو اي لحاله ما رح يقدر يفوت بدي اشيل بارتل كو اي يعني هاي عنا فاتي أسل كو اي بدي ااجي اشيل بارتل كو اي واحط محلها كارنتين تمام شو بيصير اسمه بصير اسمه فاتي أسل كارنتين فاتي أسل كارنتين بتقدر انها تعبر وتفوت جوه الممبرين this is the outer membrane and this is the inner membrane تمام طيب مين اللي بديو يعمل هاي الخطوة يشيل الكو اي ويحط محلها كارنتين انزيم اسمه كارنتين كارنتين اشي بول ميل اشي زي هيك ترانسفريز طيب نحلل الاسم كارنتين فهمنا وهذا البول ميتيل او البول ميل هلأ مشوفها لقدام اللي هي قصدهم فيها الفاتي أسد الفاتي أسد هاد مكون من 16 ذرة بصير اسمه اللي هو الاشي بالموتك أسد اوكي وترانسفريز انه شال الكو اي حط محلها كارنتين اختصارها CBT بس هنتكونوا فاهمين CBT من وين جاي يعني واحد CBT واحد هادا موجود على الأوتر ممبرين اوكي اوكي طيب فهذا ازا يجربط لنا الفاتي أسد مع الكارنتين بعد هيك لما صار فاتي أسد الكارنتين بيقدر يعمل سلب ويدخل لجوه فهيك عدينا الأوتر ممبرين طيب الخطوة التانية بعد ما انا عديت الأوتر ممبرين بدي امشي هادا الفاتي أسد الكارنتين جوه بين الانر وبين الأوتر مين اللي بدو يمشي لياها اللي بدو يمشي لياها كات كات هي اختصار لكارنتين أسل ترانس لوكيز كارنتين أسل ترانس لوكيز هاد عشان يقدر يمشي يعني الفاتي أسل باتجاه الانر ممبرين اوكي وعشان اقدر اخترق الانر ممبرين لما اوصل لهاي النقطة هون لازم يفصل لكارنتين عن الفاتي أسل فمين اللي بيفصلهم عن بعض بشير الكارنتين عن الفاتي أسل هو هاد الكات لترانس لوكيز صرت واصل هون عند هاي النقطة اللي هي صار في عنا فاتي أسل لحاله هذا الفاتي أسل اللي لحاله ما رح يقدر يعبر الانر ممبرين إلا لو مسكته وربطته مرة تانية مع الكو اي فمين اللي بديش يربطه مع الكو اي اللي هو CBT2 CBT1 كان يشيل الكو اي CBT2 بيرجع الكو اي وإنبتوين في عناكات اللي بديو يفصل الكارنتين عن الأسل فهيك أنا صرت داخلي على الجو يعني جو الميتوكندرية زي ما كنت برة بلشت من فاتي أسل كو اي ورجعت لفاتي أسل كو اي وبالوسط ربطت مع كارنتين بالخطوة الأولى بعدين بالخطوة الثانية فكيتوا عن الكارنتين بالخطوة الثالثة ربطتوا مع الكو اي حفظوها بهاي الطريقة اوكي طيب فهيك صار في عنا فاتي أسل كو اي جو الميتوكندرية هذا الفاتي أسل كو اي لما دخل جو الميتوكندرية شو مصيره مصيره انه بده يتحلل صح بدي أمسكه وابلش أكسره واحدة يعني 2 كاربونز صح كل مرة يعني أنا اللي نفترض الاسل كو اي كان عبارة عن 16 ذرة كاربون كل مرة بطلع 2 و 2 و 2 و 2 لما أجي أطلع هدول الاتنين بتطلع على صورة اسيتل كو اي وبطلع معها ناد اتش يعني أنا هون عم بكون طاقة وبكون اسيتل كو اي فأنا بجمع مجموعة ناد من عملية البيتا اوكسيديشن برضو بكون فاد اتش 2 من عملية البيتا اوكسيديشن وبردو بكون اسيتل كو اي فانتبهوا على المخرجات 1 اسيتل كو اي حسب عدد الذرات الكاربون اللي كانت بهذا الفاتي اسد 2 الناد اتش 3 الفاد اتش فاد اتش وناد اتش خلاص تمام هدول الانترميديت بقدر صنع منهم اي تي بي ببطلعنا الاسيتل كو اي اسيتل كو اي باجي بمسكها بدخلها بالتي سي اي سايكل والتي سايكل لما بتلف على الاسيتل كو اي لفه بالنهاية حكينا بتنتج لنا تقريبا 3 ناد اتش 1 فاد اتش 1 اي تي بي وبالتالي ان توتل تعطينا 10 اي تي بي هذا الاشي احنا فاهمينه فالمخرجات انتبهوا عليهم اسيتل ناد وفاد وبهاي الطريقة انتجنا طاقة من مركب اللي هو الاسل كو اي انتبهوا هادا اسمه اسل كو اي هادا اسمه اسيتل كو اي تمام فاتي اسل كو اي هادا اسمه اسيتل كو اي طيب فهيك احنا بنكون كوننا طاقة من البيتا اوكسيديشن ومن تحليل الفاتي اسد بالنهاية كل الناد والفاد اللي جمعناهم بدخلهم بالاللكترون ترانسポرد شين وبنتج منهم اي تي بي لهون الامور المفروضة تكون تمام التمام عشان ما تخربتوا بهاي الصورة هاي شايفين البايروفيت البايروفيت كنا نقدر نحولها عن طريق بايروفيت دي هيدروجينيز لا اسيتل كو اي وناد وبعد هيك الاسيتل كو اي ندخلها مرة تانية بالتي سيكل ونخليها تلف لفة وتنتج لنا مرة تانية طاقة طيب فهيك بنكون لخصنا الفكرة ضل في عندي معلومتين بدي احكي عنهم او هي معلومة خلينا نحكي عنها بس فيها شوية تقول دم فخلينا نركز هلا بدي ارجع اذكركم لما انا اجي احكي انه انا عندي هاي لفل اوف انرجي او لوي لفل اوف انرجي شو ازنا فيها طيب رجزه معي كتير منيح لانه هذا البار تفهم وهذا اكتر اش رح تنسأله عليها اسئلة بهذه المحاضرتين هاي لفل اوف انرجي شو معنى معنى انه عندي اشي من المشتقات التي تدل على طاقة يعني الاشي البيسيك يكون في عندنا هاي اي تي بي او يجي يحكي لنا في عندنا هاي اي تي بي لا اي ام بي ريشيو مثلا او اي دي بي ريشيو هشو معناها انه ال اي تي بي كميتة عالية ال اي ام بي كميتة قليلة طيب فهي اول شغلة يعبر لي عن ال اي تي بي الشي التاني اللي بيدل على طاقة هو الناد اتش انتبهوا الناد اتش هي الطاقة فيجي يقولنا في هاي ناد اتش لناد بلوس ريشيو إيش معناها؟ معناه إنه هذا عالي وهذا قليل هاي هي اللي فيها طاقة هاي ما فيها طاقة طيب ثلاثة يجي يحكي لنا فيه إنه هاي فاد أتش تنين وبنفس المبدأ يقولنا إنه هاي فاد أتش تنين لفاد أتش ريشيو هاي معناها إنه أنا عندي طاقة طيب أربعة يحكي لي فيه عندنا هاي أستل كو إي لما بتكون كميتها عالية معناه إنه أنا بقدر ستخدمها لأنتج منها طاقة فهي معناها يكون فيه عندي طاقة عالية أو فيه يعبر عنها بطريقة تانية هاي أستل كو إي لكو إي لحاله هوي لحاله كو إي لحاله يعني مش ملاقي أستل يرتبط معه معناه إنه ما فيه طاقة فإذا حكي لنا إنه هاي الریشيو عالي هاي معناها برضو إنه هاي لفل وف إنرجي طيب إيش فيه كمان أشياء بتدل على الإنرجي يحكي لنا عنا هاي بايروفيت هاي بايروفيت أو مشتقاتها زي لاكتات مثلا فهاي معناها إنه أنا بقدر هذا البايروفيت أحاوله لأستل كو إي hexاًuki ما يعني هاي لفل وف إنرجي طيب ستة يحكي لنا فيه عندنا هاي لفل وف ستريت ستريت معناها إنه في عندنا high level of energy. مش أول ما يدخل ال-acetyl co.a بيرطبط مع ال-oxaloacetate هون وبيتحول ال-stité فهي معناها إنه في عندنا high level of energy. فهدول الأشياء معناهم إنه أنا الطاقة عندي عالي وعكسها بالزبط الطاقة قليلة. الطاقة قليلة تمام? طيب هلأ في شغلة سابعة بدي أضيفها لما يكون في عندنا high level of acetyl co.a أكتر من حاجتي يعني جزء منها أنا شو بقدر أستفيد من الأستيلكوة بقدر أستفيد من الأستيلكوة إني أمسكها وأدخلها بالTCA سايكل وأنتج منها ناد وفاد وبالنهاية حولها لATP لكن قدرة التي سايكل على إنها تستوعب كمية كبيرة من الأستيلكوة محدودة يعني نفترض عندي ألف أستيلكوة قدرة التي سايكل بس على إنها تحول 500 منهم بظل في عندي 500 طب هدول الخمسمية اللي يظلوا شو بدي أروح أعملهم أو شو بدي أروح أعمل فيهم خلاص أنا عندي too much يعني أنا بقدر أكون طاقة وعندي too much energy products فشو بدي أعمل بالخمسمية اللي يظلوا باجي بمستخدمهم وبحولهم لفاتي أسد بمسك تنين مع تنين مع تنين مع تنين وبربطهم بسلسلة لحد ما يتحولوا لجزئة من الفاتي أسد عملية التحويل أول خطوة فيها إنني أنا بمسك الأستيلكوة اللي هي عبارة عن ذرتين كاربون بعمل لها كاربوكسيليشن إيش يعني كاربوكسيليشن يعني بضيف عليها كاربون جروب بحولها لإشي اسمه ميلونيال كو اي فهاي أول خطوة هاي الخطوة بتصير عن طريق شو عن طريق إنزيم اسمه أستيل كو اي كاربوكسيليش A-C-C أستيل من كلمة أستيل كو اي وكاربوكسيليش ضفنا عليها كاربوني فتحولت لميلونيال فيها ثلاث ذرات وبعد هيك الميلونيال بقدر أضيف عليها كمان تنين وتنين 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 لحد ما يكون لنا بالنهاية الفاتي أسد الكبير ليه لأنه أنا عندي too much energy product أكتر من حاجتي فهدول اللي زيادة عندي حقبنيهم لمصادر طاقة وأخزنها اللي هي tri-glyceroid تمام هاي هي الصورة الوحيدة اللي تقدر تستخدم فيها الأسد الكو اي فهاي معناها إنه عندنا طاقة عالية فلما يجي يحكي لنا إذا أنت عندك طاقة عالية أنت هلأ بstate في عندك طاقة عالية بتقدر تصنع منها ATP why on earth I need إني أعمل glycolosis أو أعمل beta oxidation فكروا فيها بالمنطق أنا بstate مليان عندي buy product بقدر أستخلص منها طاقة كثير عندي فادي كثير عندي نادي كثير عندي ATP كثير عندي acetyl-co-A كثير عندي citrate كثير عندي pyrovate ليه بدي أضل أكون زيادة 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 ما بدي أكون زيادة فبدل ما أنا أروح يعني بدي أنتقل من حالة الكتابوليزم لحالة الأنابوليزم بدي أوقف glycolosis فهي الشغلات كلها شو بيكون تأثيرها على glycolosis إنزيمات glycolosis لو سألنا عن أي أنزيم يخطر ببعلكم بالbathomate أكتر واحد مثلا الفوسفو الفوسفو فريكتوكينيز مثلا بيسألنا عنه شو بدي أكون تأثيرهم عليه أكيد هم يقليلوا ما فيش داعي إن أضل أعمل glycolosis ممكن يسألنا عن إنزيمي اللي هو البيروفيت دي هايدروجينيز اللي بيحولنا من البيروفيت لأستيلكوة عشان مرة ثانية يكون طاقة برضو بيقليلوا هذول السيتيواتيز طيب برضو كمان على البيتا أوكسيديشن ليه بدي أضل حلل fatty acid وأطلع منها مصادر طاقة ما في داعي فشو بدي يكون تأثيرهم على البيتا أوكسيديشن والإنزيمات تبعة البيتا أوكسيديشن أهمهم واحد اسمه medium chain fatty acid dehydrogenase بسموه MCAD مكاد أوكي فبرضو كمان بدهم يقليلوها غير إنهم بدهم يشتغلوا على الإنزيمات رح يثبطوا عملية تدخيل كميات إضافية من الجلوكوز أو كميات إضافية من الفاتي أسد ما في داعي فشو بدي يكون تأثير هدول الشغلات يعني لما يكون بstate of high energy أي واحدة من هدول اللي هم states of high energy شو بدي يكون تأثيرها على كل الباثبيات بتوقف عملية العملية الdegradation أو الكاتابولزم وبتحفز عملية الأنابولزم فكروا فيها بهاي الطريقة بتعرفوا تحلوا كل الأسئلة as simple as that تمام طيب سو هون في عنا قصة الميلونية الكو اي تفقنا إنه الأسئلة الكو اي إذا أنا عندي too much منه أكتر من حاجتي إني أنا أكون منه أستخلص منه طاقة رح آجي أفعل عملية البناء عملية البناء أول خطوة فيها بدها هذا الإنزيم اللي اسمه acetyl coa carboxylase وححولها لميلونية الكو اي اللي فيه ثلاث ذرات كاربون تمام تمام طيب هلأ شوفوا هذا الإنزيم اسمه amb kinase amb kinase فكروا فيها بالطريقة التالية amb شو معناها معناها إنه low energy صح بينما ال atb high energy طيب ال amb لما يكون عندنا كميته عالية تمام هذا ال amb كميته عالية رح يشتغل إيش معناها إنه أنا ما عندي energy فرح يعمل inhibition على هذا الإنزيم أصفونوا فيها شوي رح تلاقوا الحكي منطقي أنا هذا الإنزيم بستخدمه لما أنا عندي high level of energy يعني أنا هاي الخطو بعملها لما يكون في عندي high level of energy فأنا مو بحاجة لإني أكسر ال acetyl وحولها ل atb ما بدي هذا الباثوي يشتغل بدي هذا الباثوي يشتغل طب ال amb شو معناها معناها أنه أنه أنت ما عندك energy فباسيكلي شو بده يعمل بده يوقف هاي ال step يقول أنت وقف وإنت يا اللي هون اشتغلي فال amb كوينيز رح يعمل inhibition على هذا الإنزيم فكروا فيها بمنطقي رح تعرفوا تحلوها طيب هلا ال mcad هون أصدنا فيها العكس ال mcad هو واحد من beta oxidation واحد من الإنزيمات اللي حكيت لكم عنه بال beta oxidation فالعكس بيصير أنا لما بدي أكسر من ميلونيل أو بدي أكسر خلنا نقول من فاتي أسد ال acetyl coa بحتاج ال mcad فالعملية تصير بهاي الصورة واتفقنا أنه هذا الميلونيل إذا كان كميته كتير عالية معناها أنه أنا في عندي كتير acetyl coa فما في دعي أكون further acetyl coa فما في دعي أدخل الفاتي أسد على الميتوكندريا وتفوت تعمل beta oxidation سو بالفهم رح تعرف وتحلوا كل الأشياء شايفين هذا الحكي اللي هون هلا بتوقفوا الفيديو بتتأكدوا إنكم فهمتوا كل حرف من الكلام شو الإنزيمات اللي رح يعملوا انهيبشن شو الإنزيمات اللي رح يشتغلوا إذا عكست فهم الموضوع فهم يعني مش حفظ بيبين يعني حفظه حيكون كتير معقد لكن إذا فهمتو زي مش حتلكم يا حتعرفوا تجابوا كل الأسئلة عشان ننتقل على next step ok so حكينا إنه الفاتي أسد أول شغلة بتدخل عن طريق الباسف ديفيوجن especially إذا حجمها صغير اتفعنا إنه الميديم تشين واللي بيكونه large ممكن يدخلوا عن طريق الترانس لوكيز فاتي أسد ترانس لوكيز وآخر طريقة هي عن طريق الفاتي أسد بويندينج بروتين حكينا إنه مجرد ما يدخل لجوه لازم إشي يعمل له ترابينج كيف أعمل له ترابينج إنه أربطوه مع كو اي فيصير اسمه فاتي أسد كو اي وأكيد الإنظام ينسؤول عنه اسمه فاتي أسد كو اي سينتيز اتفقنا إنه أفضل طريقة وأهم طريقة بالتدخيل هي عن طريق الـ CD36 أو الاسم الثاني إلو وحكينا إنه هذا كتير موجود جوه يعني حجمه صغير فكرته إنه بيكون موجود جواها وإذا صار فيه إذا صار فيه حاجة يدخل كميات فاتية أسد كتيريا فبصير يطلع ويعمل ويفوت على ويصير بارت سلم برين بروتين سبيشالي إذا صار في عندنا هاي ديماند أوف انرجي طيب حكينا إنه هاي هي تعتبر أهم طريقة بالتدخيل سبيشالي لما منحكي عن الفاتي أسد زي حجمهم كتير كبير وبدهم طريقة تساعدهم إنهم يدخلوا اتفقنا إنه أحيانا بيصير فيه excessive expression لالترانس لكيز هاد وهذا excessive transcription ممكن يكون مفيد لأنه أنا بيحاجة إله سبيشالي لما يكون فيه عندنا الإنسولين sensitivity أو إنسولين إنسنسيتيفتي فبالتاني ما حادر أستفيد من الغلوكوز لما يكون فيه عندنا reduce the uptake of glucose لأي سبب إن كان لأنه مش متوفر لأنه فيه مشكلة إنزيم فما حادر أستخدمه والشغلة الأخيرة لما أكون بيحاجة لكميات كبيرة من الفاتي أسد هدول التلاتة situations بيصير فيه عندنا over expression لهذا الفات 36 لكن شو المشكلة المشكلة إنه لما بيدخل بكميات كبيرة حكينا أول شغلة بيعمل لنا lipotoxicity الفاتي أسد is toxic للخلايا والنقطة التانية إنه برضو كمان هنحكي عنها بسليدات لأدام هو إنه بيصير فيه عندنا high dependence على الفاتي أسد فhigh free oxygen consumption مقارنة لو كنا منعتمد على الجلوكوز وبالتالي high free radicals وهي free radical damage على الخلايا الشغلة التانية برضو لما يكون اعتمادنا الأساسي على الفاتي أسد هذا بحد ذاته رح يقل من الإكسبريشن للغلوتفور على السطح تبع الخلايا من بره فما في غلوتفور فهذا قريدي كمان بيقلل أكتر وأكتر من اعتمادنا على الجلوكوز بما إنه هاي العملية سيلاحظوا حدين فحكينا إنه لازم يكون فيه إشي بيعمل regulation للإكسبريشن تبعا للترانس لوكيز ولا عملية الاعتماد على الفاتي أسد مش بس الموضوع كلياته depend على قدي الconcentration للفاتي أسد بره أو قدي أنا بحاجة لطاقة لازم يكون فيه شي تاني بينظم العملية وأهم شغلة بتنظم العملية هو الببار واتفقنا الببار هي اختصار لبروكسيزم بروليفريتر اكتيفيتين ريسبتر هذا الريسبتر اللي موجود على السطح من بره اسمه ببار وهذا الببار عشان يشتغل هذا الريسبتر لازم يجي يرتبط عليه كو اكتيفيتر اسمه ببار قاما كو اكتيفيتر طبعا الببار اللي هم أنواع ألفة وبيتا ودلتة وقاما وغيرها طيب لما بيرتبط هذا الكو فاكتر كو اكتيفيتر مع الببار رح يروحوا وحفزوا لترانسكريبشن يعمل هيك سيجنال داخلية جو الخلية تروح على الدياني وتحفز لترانسكريبشن مين هم هدول الجينات اتفقنا أنه أول وظيفة للببار هي أنها تنظم الميتابوليزم وتعمل وتحافز على بين الجلوكوز والفاتي أسد كيف؟ أول شغلة أنها تنظم عملية الفاتي أسد أو استرج وقلنا الصورة اللي بتخزن عليها الفاتي أسد هي الترايجليسيرايد فبالتالي بدي أنظم عملية تصنيع الترايجليسيرايد كيف بدي أصنع الترايجليسيرايد بدي أجيبها الجليسيرول مولكيور وقدمجها مع ثلاثة فاتي أسد فشو اسم الإنزايم اللي يقولت لكم بدأ نحكي عن أسماء الإنزايمات بالمحاضرة اللي هو اسمه دايجليسيرول أسل ترانسفريز إيش معناه؟ معناه أنه في عندنا جليسيرول الجليسيرول بترتبط مع ثلاثة فبتكون رابطة مع تنين وعشان تتحول للترايجليسيرايد تستنى ترتبط مع الفاتي أسد التالت فهذا الإنزيم اللي بدأ يربط آخر فاتي أسد مع الدايجليسيرول اللي هي يعني الدايجليسيرول رابطة مع اثنين فاتي أسد شو بيكون اسمه؟ دايجليسيرول أسل ترانسفريز فهاي أول شغلة بيعملها الببار بالضبط الببار ألفا فهذا لازم نحفظه طيب الإنزيم الثاني أو العملية الثانية اللي حكينا بتنظمها الببار هي الفاتي أسد أو عملية الديجراداشن بالضبط بالضبط الـ M-CAD اللي هو ميديم ذكرواها M-CAD لأنه بتعرف عنها هيك M-CAD ميديم تشين أسل دي هايدروجينيز وهذا واحد من أهم الإنزيمات اللي بيكسر الفاتي أسد بعملية البيتا أكسيديشن ومن اللي بنظمها بالضبط كل أنواع الببارات ألفا وبيتا ودلتا وقاما وغيرها طيب الشغلة الثالثة اللي حكينا بنظمها الببار هو الـ Glucose Metabolism وبالضبط بالضبط حكينا بيشتغل على خطوة الـ Pyrovate Dehydrogenase Kinase 4 هذا الـ Kinase 4 بينظم عملية أو بينظم الـ Pyrovate Dehydrogenase فهاي أول وظيفة للببار حكينا أنها تحافظ على البالنس الوظيفة الثانية للببار حكينا أنها تعمل Regulation و Modulation للـ Oxidative Stress وفهمنا من وين إجاء الـ Oxidative Stress والـ Free Radicals شو دخلها أو من وين إجاء فالفكرة أنه في عنا أنواع معينة من الببار ومن الببار Gamma Special بتحفز تكوين أو بتحفز الـ Transcription لـ Certain Genes اللي بتكون لنا الإنزيمات المهمة اللي حتشتغل as Antioxidant زي مين؟ زي Super Oxide Dismutase زي برضو في عنا أكتر من نوع Super Oxide في عنا هذا عبارة عن نحاس مع Zinc هذا نحاس مع Manganese وفي عنا كمان الكتاليز وغيرها من الإنزيمات اللي هو بتشتغل as Antioxidant أما الوظيفة التالت للببار فاتفقنا إنها بتروح وبتنظم عمل الـ Insuline Growth Factor بتعمل بتديد من Transcription الـ Insuline Growth Factor والBI 3K المهم هاي وظيفتهم إيش بالضبط وظيفتهم إنهم يعملوا Inhibition للأبوبتوسز ليه؟ يعني أو ينظموا أو خلنا نعمل يحافظوا على Balance بالأبوبتوسز لأنه اتفقنا إنه المايوسايت من الخلايا الدائمة ما بدي كل الخلايا وصار في عليهم أي Injurious Agent تفوتوا بأبوبتوسز لأني ما حقدر أعوضهم فبالتالي لازم أحاول أصلح الأخطاء as much as possible أقلل من كمية الأبوبتوسز وخليها balance وأمنع أحيانا الأبوبتوسز بالحالات اللي ما فيها داعي والشغل الرابعة لا تنسوا إنه بيزبط عملية التranscription للترانسلوكيز أو CD36 طيب هلأ اتفقنا إنه مجرد ما يدخل الفاتي أسل لجوه ويتحول تمام اللي هي عن طريق الليجليسيرال فوسفيت أسل ترانسفيريز مش مهمة كتير صراحة والفكرة إنها بتتخزن يعني هون من 10 إلى 30% وبين 70% وال90% بدي أفوتها بعملية البيتا أوكسيديشن وأكون منها طاقة كيف بدي أعمل هاي العملية اتفقنا إنه هي 3 خطوات الخطوة الأولى إنه هذا CBT1 يربطها مع الكارنتين ويشيل الكواء بعدين اتفقنا إنه الخطوة وهاي هيك بيقدر يعبر الأوتر ميمبراين فبصير عنا كارنتين أسل أو فاتي أسل كارنتين موجود جوا الخطوة الثانية عشان يقدر يمشي ثرو التو ميمبراين فلازم أجي أفكه عن الكارنتين الكارنتين اللي فري بتطلع لبرة وعن طريق الكات الكات إنزويم والخطوة الثالثة إنه هذا CBT2 رح يجي يمسكه ويربطه مرة تانية الفاتي أسل مع كو اي فدخل كان بره فاتي أسل كو اي وصفه جوا برضو كمان فاتي أسل كو اي وهايها هاي الأشياء حكيناها هون الكات الكارنتين أسل ترانسفريز بيفكهم بيفك الكارنتين عن الفاتي أسل كارنتين وبيطلع الكارنتين لفري لبرة بعدين حكينا CBT2 كارنتين بالموتية للترانسفريز 2 برجع مرة تانية بيرجع الفاتي أسل بربطها مع الكو اي تمام وخلص خلصنا اتفقنا انه هاي الخطوة اللي هي CBT1 بتخضع لرجوليشن من الميلونية الكو اي وشرحنا شو الفكرة هلأ هون بس بحكي لنا معلومة في عنا نوعين من ال CBT1 في اشي اسمه CBT ألفا وبيتا ألفا موجود بالليفر وبيتا موجود بالهارت فإحنا هون بنحكي عنه دائما بيتا وبيتا هو بيخضع لرجوليشن عن طريق الميلونية الكو اي بصورة أكتر يعني 30 ضعف sensitivity تبعته لا الميلونية الكو اي أكتر من تبع الليفر هذا الحكي أبدا مش واضح يعني هذا السلايد بس إحنا فسرنا معناه بشكل كامل اتفقنا انه الميلونية الكو اي هاي شو معناها معناه انه انا عندي هاي لفلوف انرجي فحولت بدل ما اني أهدم بدي أسير أبني فإذا عندنا الميلونية الكو اي ما في داعي أعمل بيتا اوكسيديشن فما في داعي ادخل الفاتئة الكو اي لجوة الميتوكنديريا فالميلونية الكو اي رح تعمل الانهبشن على الابتيك تذكروها بهاي الطريقة اما لو كان في عندنا الميلونية الكو اي لفل الليل هذا معناه انه انا ما عندي كتير أسيرaho معناه انا بدي اصنع أسيره كيف بدي اصنع الاسيره اني عمل beta oxidation للفاتي أسد فهذا الإشي بيزيد من الأبتيك بيزيد من دخول الفاتي أسد على الخلية بيزيد من عن طريقي عن translocase أو CD36 بيزيد برضه من الارتباط مع الكارنتين وبيزيد من عملية الشتل وبيزيد برضه من beta oxidation طيب حكينا إنه كيف بيتصنع الميلونية الكو اي هي منجيب أسيتل كو اي ثنائي الكربونات منعمل كاربوكسيليشن عليه عن طريق إنزيم اسمه اللي هو أسيتل كو اي كاربوكسيليز وهذا الكاربوكسيليز بده كو فاكتر اللي هو البيوتين والبيوتين اسمه الثاني بي 7 فتذكرواها هاي المعلومة تمام وحكينا إنه هذا معناه إنه أنا في عندي high level of energy فتطلعوا شو هون أشياء بتدل على إني أنا عندي high level of energy في الله قوين اللي ميلونية الكو اي لما يكون عندنا ستريت حكينا ستريت معناها high level of energy لما يكون في عندنا ATP ATP هاي معناها high level of energy فحفظوها بهاي الطريقة طيب حكينا العملية إنهبتة يعني هاي الأشياء بتعمل استيميليشن الATB بيعمل استيميليشن والستريت بتعمل استيميليشن بالعكس لما يكون عندنا AMB AMB معناها low energy طب أنا بدي أحافظ على الأستيلكو اي ما بدي أحولها لميلونيال فالAMBK بتعمل إنهبشن إنهبشن بتمنع الACC إنه يشتغل فبالتالي رح يكون في عندنا ما في ميلونيال ما في ميلونيال وبالتالي البيتا أكسيديشن شو بده يصير في عليها إذا ما في ميلونيال بدها تزيد فاستوعبوهم أو فكر فيهم بهاي الطريقة بتيروا الأمور أسهل طيب هلا كمان شغلات حكينا إنه الفاتي أسد لما بصير له أكسيديشن أوكي عن طريق أهم إنزام تذكروا الAMCAD هاي الخطوة كل مرة بتطلع لنا Acetyl-CoA وبتطلع لنا NAD وبتطلع لنا FAD-H2 وبالنهاية هاي الأستيلكوي رح أدخلها بالTCA cycle وأطلع منها كمان مرة ATP و NAD و FAD فهي هي النواتج تابعون الفاتي أسد طيب عشان نبسط هذا السلايد اللي تزنخ شوي إحنا اتفقنا إنه عملية الميتابوليزم تبعات الهارت وعمين بيعتمد بالإنرجي مفروض تكون بحالة بالانس بعتمد على الفاتي أسد وبعتمد على الليكوز ونتذكر الفكرة التالية إذا أنت بتعتمد كتير على الفاتي أسد فهذا إيش رح يكون إلوه inhibitory effect على الليكوز طب كيف بالزبط إذا أنا عم بعتمد على الفاتي أسد حيكون إلو inhibitory effect على الليكوز الفكرة كالتالية إذا أنت عم بتحلل كتير الفاتي أسد بتعمله beta-oxidation فإنت بالنهاية حتكون high level of NAD-H وحتكون high level of FAD-H2 ورح تكون كمان high level of acetyl-CoA أو مثلا خلينا نقول estrate هلأ هدول كلياتهم معناهم أنه أنا عندي high level of energy فwhy on earth I need أني أحول البيروفيت لأسيتل-CoA فخطوة تحويل البيروفيت لأسيتل-CoA عن طريق البيروفيت dehydrogenase enzyme رح تتوقف هذا الإشي متفقين عليه يعني إلى هلأ ما حكينا إشي جديد تمام هاي هم الinhibition إذا أنا كان في عندي very high level of هاي هم طاقة أي شي معناه طاقة زيادة فهي الأشي بتعمل إنهبش بغض النظر عن كل الكلام المكتوبون العكس بالعكس لو أنت ما بتعتمد على الفاتي أسد فما حيكون في عندك طاقة لأنه نحن حكينا أكتر إشي بجبلنا طاقة هو الفاتي أسد 65% من الطاقة الفاتي أسد فتخيل أنتوا ما عندك فاتي أسد تتحلله ما حيكون في عندك level of طاقة كتير فبالتالي رح يصير في عندنا بالعكس كتير اعتماد عالي على البايروفيت إنها تتحول لأسد الكو إي وبالتالي هذا الإشي رح يعمل استيميليشن وبرده كتير اعتماد على اللاكتيت إنها تتحول لبايروفيت وتكمل بالباث صح؟ صح؟ فبس فاتي أسد كتير هو عم بيشتغل عم بيتحلل هادول حيكونوا عاليين وبالتالي البايروفيت دي هايدروجينيز رح يصير له انهبشن بالعكس لو أنا ما في فاتي أسد عندي ما عم بحلله فبالتالي الـ Level of Energy والإنديكيتر ستبعون الـ High Level of Energy جوه الخلي رح يكونوا قلال بالتالي High Dependence على اللاكتيت والبايروفيت وبالتالي البايروفيت دي هايدروجينيز حيكون شغال أكتر بس الإشي الإضافي اللي بدنا نضيفه لكلامنا هو كيف أنا بقدر أعمل switch on و switch off للبايروفيت دي هايدروجينيز تمام هلأ دائماً الـ Enzyme خدوها قاعدة الـ Enzyme إذا ضفت عليه فوسفيت فبيصير إله Inactivation مرة تانية الـ Enzyme لو ربطت عليه فوسفيت رح يصير Inactive وبالتالي ناخد هذا الـ بايروفيت دي هايدروجينيز Enzyme لو إجيت ضفت عليه فوسفيت فبالتالي رح يصير Inactive مين الـ Enzyme اللي بيضيف فوسفيت دائماً اللي بيضيف فوسفيت اسمه Kinase فبالتالي شو رح يكون اسم الـ Enzyme اللي بيعمل Inactivation بايروفيت دي هايدروجينيز Kinase كاينيز يعني ضعف فوسفيت فتحول البايروفيت دي هايدروجينيز للـ Enactive فول إذا جيت نزعت هاي الفوسفيت شلتها فبالتالي رجع هذا الـ Enzyme للـ Enactive فول مين اللي بينزع فوسفيت فوسفيت بينزع سو اللي بيضيف كاينيز اللي بينزع فوسفيت تمام إذا ضفت فوسفيت فحولتوا لـ Enactive إذا شلت الفوسفيت حولتوا لـ Enactive بس وربطوهم مع High Level of Energy Low Level of Energy يعني بايسكلي لما يكون في عنا أي إشي معناها High Level of Energy زي إنه أنا يكون في عندي كتير اعتماد على الفاتي Asset Degradation وكتير Beta Oxidation وقتها رح يكون في عنا High Energy واتيها إيش رح يصير في عنا ما في داعي البيروفيت إنه يشتغل أو البيروفيت Dehydrogenase فبدأ عمله Inactivation كيف بدي أخليه بال Inactive State بدي أضيف عليه فوسفيت فمين اللي بيكون كتير شغال اللي هو بايروفيت Dehydrogenase Kynase Dehydrogenase Kynase هو اللي بيكون شغال تمام تمام هذا مختصر كل الحكي اللي هون انسوكم طيب هلأ هذا السلايد حكي فاضي شوي بس الفكرة في إنه اعتمادنا أكتر على الفاتي أصد اعتمادنا على الجلوكوز متى هيك متى هيك بنسبة للهارد خلنا نبدأ من مرحلة Infancy الفيتاس وهو اللي ساتوا ببطن أمه بيكون في Flexibility بيشوف شو الموجود أكتر بيعتمد عليه يعني قادر أنه يعتمد على الجلوكوز قادر أنه يعتمد على الفاتي أصد وبيعتمد على الإشي اللي بيجي والله أنا هلا عندي جلوكوز حاطمد أكتر شي على الجلوكوز عندي فاتي أصد حاطمد أكتر شي على الفاتي أصد still بقدر أعمل الـ Switch يعني في Flexibility بالاعتماد تمام تمام هاي وإحنا ببطن أمنة هلا لما نطلع من بطن أمنة بيصير موضوع النسب اللي هو الاعتماد الأساسي على الفاتي أصد بـ 65% اعتماد 35% على الجلوكوز طب ليه بيصير اعتمادنا الأكتر على الفاتي أصد لسببين السبب الأول أنه أكلنا فيه فات أكتر من الجلوكوز كمية الفات اللي نخزن بجسمنا أكتر من الجلوكوز فهي بتعتبر المصدر الأساسي والشي ثاني أنه فيه Oxygen Available أنا قلت لكم أنه عملية تحليل الفاتي أصد تستهلك كمية أكسوجين أكتر عشان هيك ببطن أمنة حتى لو فيه فات وحتى لو فيه جلوكوز كمية الأكسوجين وجود أكتر اللي هو الفات فهذا هو الفرق Flexibility وإنت ببطن أمك لما تطلع بيصير فيه عندنا Balance أو Selection النقطة الثانية هلا إيشي أنه قلت لكم إياه قبل لما بيصير فيه عندنا Restriction يعني مثلا خذ مثال Infant وفيه عنده Mutation على واحد من هالإنزيمات اللي بيفوت بالفاتي أصد Metabolism خلنا نقول الامكاد بيبطل قادر يعتمد على الفاتي أصد كمصدر للطاقة فبصير كل اعتماده على الجلوكوز صح؟ صح هذا الاعتماد العالي على الجلوكوز رح يكون له تأثير سلبي على الهارت فبين ولد الطفل وعنده Cardiomyopathy ليه؟ لأنه حكينا إذا ما فيه Balance فهذا الإش بيؤدي لمرض Lipotoxicity خلينا نقول فيه كمان زي Carbohydrate toxicity نفس الفكرة الأشخاص اللي بصير فيه عندهم مشكلة على Cardiacomyopathy وهم مكبار فبالتالي الميتوكوندري رنجوها الكارديوميوصات بتخرب وبالتالي الإنزيمات المسؤولة عن الفات Metabolism برضو رح تخرب حتبط الموجودة فبصير اعتمادنا الأكبر على الجلوكوز وهذا بحد ذاته بزيد من التوكسيستي أكتر وأكتر فبيعملنا Cardiomyopathy أسوأ وأسوأ فهون نرجع لفكرة أنه الإشي الأفضل هو يكون فيه Balance بعتنا دعاها وبعتنا دعاها بنسبة مختلفة لكن فيه اعتماد على الاثنين الاثنين under balance لحتى يكون وضع القلب طبيعي إذا واحد هو اللي صار predominant فبيخرب الهارت طيب هلا هون نحكي عن موضوع الأكسجين واستهلاكه بعملية ال-degradation أو إنتاج الطاقة خلينا نقول هلا إحنا اتفقنا أنه بغض النظر شو مصدر الطاقة أو السبسترات اللي بستخدمه بالنهاية حاصلنا عن طريق أنه أي شي فيه تفاعل فيه أكسجين هاي التفاعلات بتكون على الأغلب غير مكتملة وينتج عنها أنه رح يصير في عنا في رادكالز وهالي في رادكالز بتخرب الدنيا يعني بتخرب الفندريكالز فأنا لو بدي أجي أقارن من بالإفكاسي إيش يعني بالإفكاسي الفاعلية مين فاعليته أكتر مين تأثيره أقل سلبية أو أقل ضرر على الهارت اعتمادنا على الجلوكوز واللاكتات اللي هما زي بعض لأنه الاكتات بقدر أحوله لبايروفيت ولا اعتمادنا على الفاتي أسد لو بدي أجي أعمل هاي المقارنة مين أسلم على الهارت مين الإفكاسي تبعته أعلى مين أفضل تمام فباجي بحط الأكسجين بالمعادلة طب كيف بالزبط بدي أقارن بين هدول التنين أنا ما رح أقرأ هذا السلايد هحكي لكم الفحوة تبعته لأنه مش مهم لأنه بيخربط أوكي فرقزوا معي بدي أجي أعمل المقارنة شو حاستخدم بهاي المقارنة ححط على جهة الفاتي أسد كمصدر للطاقة بإنتاج الـ ATB وهححط على الـ R المالتاني اللي هي الجلوكوز ونفسها نفسها اللاكتات تمام رح نيجي نقارن بينهم كيف بدي أعمل المقارنة بدي أجي أقول قدي نسبة الـ ATB اللي بدي أصنعها لكل كمية 1 أكسوجين كم ATB بقدر أصنع من 1 أكسوجين عن طريق الفاتي أسد وكم بدي كم ATB بقدر أصنع إذا استخدمت 1 يونت أكسوجين عن طريق الجلوكوز يجوا شافونا أنه أنا بصنع تقريبا 2.8 ATB لكل يونت أكسوجين إذا عن طريق الفاتي أسد و3 ATB تقريبا أو 3.17 ATB باللاكتايت لكل O2 يونت إذا استخدمت عن طريق الأكسوجين يعني لو بدأ أجل أطلع أنا عمالي بنفس الكمية إذا استخدمت نفس كمية الأكسوجين فبقدر أصنع more ATB عن طريق الجلوكوز than عن طريق الفاتي أسد فهذا شو معناه؟ معناه أنه الجلوكوز استخدامه أفضل كمصدر للطاقة من الفاتي أسد لأنه بيستهلك كمية أكسوجين أقل حتى يصنع نفس كمية الATB تمام؟ يعني أنا عبرت عن الفكرة بأكتر من طريقة فصفت الفكرة أنه الأفضل هو استخدام الجلوكوز هذا بس انتبهوا هذا من ناحية الأفضل من ناحية أنه بصنع كمية ATB أعلى لنفس اليونت من الأكسوجين إذا بدي أخد واحد جلوكوز هون وهون فبالواحد جلوكوز بصنع ATB أكتر عن طريق الجلوكوز هاي شو معناها؟ معناها أنه الضرر الجلوكوز على الهارت ليه؟ عم بقول ضرر لأنه حكينا الأكسوجين كل ما زاد استهلاكه كل ما زاد الفري راديكلز فزاد الضرر على الهارت فمين ضرره أقل؟ أكيد الجلوكوز لكن هل هذا معناه أنه الجلوكوز أفضل استخدام الجلوكوز بيعطيني طاقة أكتر؟ لا حكينا الجواب لا لو بدي أجي أقارن كمية الطاقة لو وحد هون أنا بدي أوحد السبستريت يعني بدي أستخدم واحد موليكيول من الفاتي أسد وواحد موليكيول من الجلوكوز وأقارن بينهم الواحد موليكيول في الفاتي أسد بيعطينا 92 ATB وبيستهلك 46 أكسوجينة نقارنها مع الجلوكوز الجلوكوز بيصنع 30 ATB بس بيستهلك 12 أكسوجينة خلينا نوحد تقريبا أنا هون عشان عن طريق الجلوكوز أصنع تقريبا حوالين التسعين يعني بدي أضرب الموضوع بتلاتة يعني تبهوا بدي واحد يونت تمام من الفاتي أسد لحتى تعطيني 92 ATB وبتستهلك أربعة 46 سوري جلوكوز أصف أوتو طيب هون لو بدي أجي أوحد للإشي بدي ثلاثة يونت من الجلوكوز عشان أصنع حوالين التسعين 90 ATB وبستهلك ما يقارب 36 يعني لما إجيت أشوف كمية الATB اللي هون المتساوية أنا وحدت كمية الATB أول شغل استهلكت أكتر جلوكوز كيونت بس استهلكت كمان أقل أكسوجين منتبهين على هاي الفكرة فبناء على هاي المقارنة اللي عملناها صفوا أن الأكسوجين هو الأسلم أو الأقل ضرر من الفاتي أسد تمام ليه لأنه الفاتي أسد حكينا أنه رح يستهلك أكسوجين أكتر وبالتالي رح يكون free radicals أكتر هاي اللي free radicals رح تعمل لنا libed بيروكسيديشن إيش يعني libed بيروكسيديشن رح تخرب السل ممبرين رح تخرب الستركتشور طبعون السل تبعوة الكارديكمايوسايت رح تأدي لمشاكل زي مايوكاردياليسكيميا زي كارديومايوباثي وغيرها وتخرب الدنيا فهي مش الخيار الأفضل وبرضه لما عملوا دراسات على الأشخاص اللي بيكونوا highly dependent على الفاتي أسد مين هم اللي بيكونوا highly dependent على الفاتي أسد واحد عم بيعمل دايت وما عم بياخد كارب بكمية كافية أو الأشخاص اللي عندهم دي أم فهدول الأشخاص highly dependent على الفاتي أسد فاكتشفوا إنه هاي الليبيد لأنهم بيعتمدوا كتير على الفاتي أسد حيصير في عندهم lipotoxicity اتفقنا عليها هاي الفكرة وهاي lipotoxicity مضرة وقلنا بسبب الفاتي أسد اللي عم بتراكم وبسبب فكرة high level of free radicals اللي عم تتكون وهذا معنا إذا في عنا high lipotoxicity فهذا الإشي بده يعمل لنا مشاكل على الوظيفة على contractile function رح يعمل لنا apoptosis رح يعمل لنا accumulation لتوكسك metabolites زي السيرامويد وغيرها وبالتالي تأثيرها توكسك فبالنهاية المقارنة شو إجت بصالح مين بصالح الأكسجين وكلها بتعتمد على شو على فكرة إنه الأكسجين آسفة بصالح الغلوكوز وليه الغلوكوز إنه الغلوكوز بيستخدم كمية أقل من الأكسجين لإنتاج نفس كمية الاتب فعشان هيك هو الأفضل لكن هذا إذا نحكي على الـ لكن الحقيقة إنه إحنا بنعتمد على التنين تمام إجوا عملوا دراسات صاروا يحاولوا عشان يثبتوا هاي الفكرة ويشوفوا قدي فكرة نصحة أو لا إنه نجيب واحد داخل بيام آيا أو عنده إسكيميا أو واحد عنده ديابيتس ونيجي نحاول بظروف المعيارية إنه أنا ما أخلي بالمرة يعتمد على الفاتي أسد أخلي كل اعتماده على الجلوكوز لقوا إنه هدول الأشخاص صار في عندهم تحسن الدمج اللي عم بيصير على المايوسايت على الكارديك مايوسايت تحسن وضعهم الأشخاص اللي كان عندهم إسكيميا الأشخاص اللي عندهم ديابيتس وغيرها تمام كل هذا التحسن شو كان سببه فهمنا الفكرة إنه إنت لما خليت كل الدبندنس على الجلوكوز بتصنيع الأي تي بي استهلاكت كمية أقل من الأكسجين فبالتالي استخدمت أو عملت جنريشن لكمية أقل من الفري راديكلز وبالتالي حفزت أو حسنت من الإيفيكاسي وعملت البروتكشن للميتوكندير فونكشن وكل هاي القصص وهيك بنكون خلصنا هاي المحاضرة خلينا نشوف أسئلة السنوات اللي إيجعت عليها طيب بحكي لنا السؤال الأول نتذكر هادا الانزايم بيحول البيروفيت انتو أسيتل كو إي وهاي العملية الهدف منها تكوين طاقة صح صح طيب هلا لو كان في عنا هاي لفل فالمفروض يعمل انهبشن على البيروفيت ديهايدروجين فبدي أشوف مين من هدول لا يمثل هاي لفل في انرجي لما يجي قللنا ATB لأي دي بي ريشو صح إذا كانت الATB للأي دي بي ريشو عالية فهذا معناه انه هاي لفل في انرجي فرح يعمل الانهبشن ناد أتش لا ناد بلوس أتش بلوس أو زائد أتش يعني ناد أتش نسبتها عالية معناها هاي لفل في انرجي فبيعمل الانهبشن أسيتل كو إي لكو إي لفل لحاله فإذا كان هذا الريشو تبعها عالي فأكيد الاسيتل كو إي بدها تكون هي اللي عالية وبالتالي هاي لفل في انرجي ستريت للبايروفيت فعليا الستريت بتمثل لنا برضو هاي لفل في انرجي فلو كان في عنا هاي لفل في ستريت معناها انه انا رح عمل الانهبشن ناد بي أتش زائد ناد بي بلوس ما قالها دخل هاي لا تمثل طاقة ولا تعبر عن طاقة هاي انتي اوكسدنت تمام فما قالها دخل في الجواب اي طيب نشوف السؤال التاني نفس الفكرة بحكي لنا عنه انزايم تاني اللي هو فوسفو فريكتوكاينيز واحد اللي هو كان بيحول فريكتوز ستة فوسفيت لفريكتوز واحد ستة فوسفيت وهاي كانت ريت لمتنج ستب تمام عشان بالنهاية اكون البايروفيت يعني هاي عشان امشي الباثوي لازم يكون في عنا low level of energy تمام لما يصير في عنا high level of energy رح يصير في عنا انهبشن فهون بحكي لنا انه الفوسفو فريكتوكاينيز catalyzing the conversion زي ما قلنا فريكتوز ستة لفريكتوز واحد ستة كل هدول رح يعملوا انهبشن except انهبشن يعني معناها high level of energy مين من هدول لا تمثل high level طيب اول شغلة decrease adb to atb ratio لما يقولنا انه الratio قليلة adb عشان تكون الratio قليلة لازم adb يكون adb قليل atb عالي هاي معناها decrease انتبهوا بالله على جملة ratio لما احكي high ratio high ratio يعني البسط عالي البسط عالي المقام قليل خلينا ناخدها بارقام البسط 20 والمقام 2 البسط عالي 20 على 12 قارنها باشي تاني لما يجي يقول لنا البسط قليل يعني بدل 20 صارت 10 والمقام عالي بدل الاتنين صارت 5 10 على 5 2 فالratio قلت فهمتوا الفكرة فبالتالي لما يقولنا decrease ratio معناها البسط قليل والمقام عالي فبالتالي انت هون عندك high level of atb هاي معناها high level of energy بتعمل inhibition فهذا غلط يعني هذا مش هو الجواب طيب increase nad h للnad plus ratio هاي برضو معناها high level of energy انه الnad h كتير عالية decrease activity of p 3 coin خليها شوي هاي خليها increase activity of electron transport chain يعني زيادة على الاتب وبالتالي هاي رح تعمل inhibition decrease activity of phosphofrictokinase 2 نتذكر phosphofrictokinase 2 ايش كان يعمل كان يروح يحول frictose 6 phosphate لفريكتوز 2 6 و 2 6 اصلا بتزيد ال وظيفة او بتعمل positive effect على pfk 1 فبالتالي اذا هذا قلت الاتب يعني ما في عنا frictose 2 6 يعني ايش بدو يصير في عنا ما في frictose 6 ما في stimulation على pfk 1 فيعني ببساطة زيك انه في inhibition زيك انه في inhibition ضل نتأكد من هاي طيب انا قلت لكم احفظوها ال coinases شو كانت وظيفتهم كانت وظيفتهم بزيدوا من هذا pfk 2 مرة ثانية ال coinases واحد كان منهم p i 3 coinase كان بزيد من pfk 2 function يعني بزيد من frictose 2 6 الفrictose 2 6 اذا زادت شو رح تروح تعمل رح تزيد رح تحفز pfk 1 هو بسألنا مين ما بيعمل inhibition فهو هذا الجواب تمام فهذا السؤال بتحلو باي اكسي كلوجين اذا كنتوا فاهمين الفكرة العامة طيب سؤال زنخ شوي بس تذكروا بابار الفة كان بيحفز البيروفيت دي هايدروجين ase coinase وكان بيحفز الدي glycerol acyl transferase هذا ما ايلو دخل وهذا ما ايلو دخل ضل في عنا الام كاد ام كاد حكيتنا انه بيتا وقاما ودلتا فالجواب الصحيح هو الميديم اصل كو اي دي هايدروجين وبس يعطيكم الف عافية